بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرح المصرين نواصل لشابتر 6 بيكتشار 6 3 ونحلل اللي هو سامبل بروبليم 6 1 بهذه البروبليم يقول لك أنه في عندك بلوك وزنها 200 نيوتن ريست تبقى في الهوريزونتال بلين اللي هو المستوي يقول لك أعطيني قيمة البي الموجودة عندك هنا قديش ممروضة تكون قيمتها إذا كان البلوك هذي تسير في اتجاه الرايت زي ما قال لك هنا وبتسارع 10 متر per second لازم تأخذ في الحسبان إنه في عندك هنا اللي هو الكيناتك فريكشن معامل احتكاك موجود هنا وقيمته أعطيها لك صفر فاصل 25 وولا ناخد البلوك الدياقرام مجموعة القوى هنا الموجود عندي في عندي البي اللي مطلوبة مني وفي عندي الويت بتجاه الأسفل الرياكشن بتجاه الأعلى اللي هو ردة فعل السطح على البلوك الموجود عندي وفيه الاحتكاك اللي هو الفريكشن الموجود هنا أولا لازم نعرف الكتلة الكتلة تساوي W تساوي الويت على الجا والويت عندي اللي هو 200 نيوتن إذن 20.39 نيوتن أو ممكن نقول كمان كيلو جرام هي نفس الشيء الفريكشن فورس تساوي ميو كيفي أر الار اللي هي الرياكشن هنا أوكي طبعا ما نسأل أنه مجموعة هذه القوان يساوي إيس يساوي M A في عندي نجزئها في عندي الـ X Axes وفي عندي الـ Y Axes مجموعة القوانة في X يساوي M A M A الأم هي هذه والهادي الـ Acceleration هي عشرة مجموعة القوانة اللي هو الاتجاه الـ X Axes لاحظ الـ P هنا ممكن نجزئها إلى قسمين قسم هنا في اتجاه الـ X Axes Y Axes وهنا في اتجاه الـ X Axes هذه محصلتهم هي الـ P هنا أولا ناخذ اللي هو في الـ X Axes هذا في الـ X Axes هذا اللي هي المجاور لزاوية 30 اللي هو P cosi 30 ناقص القوى اللي هي F ناقص 0 25 R يساوي M A بالنسبة للـ Y Axes مجموعة الفورس يساوي الصفر ليس يساوي الصفر لأنه ما في حركة في اتجاه الأعلى ويقول لك أنه rest in horizontal plane إذن أيش القوى الموجودة عندي في اتجاه الـ Y Axes في عندي الـ R لاحظ وفي عندي ناء P لكن في اتجاه الأسفل الـ P الموجودة هنا في اتجاه الأسفل وهي sin 30 اللي هي ناقص P sin 30 ناقص 200 اللي هي الـ Weight الموجود عندي يساوي الصغر في عندي معادلتين اللي هم هذة المعادلات نفسها أولا لحظ من هذه المعادلة الثانية ودي أجيب قيمة الـ R بس أجيب هذه وهذه أجيبهم للطرف الثاني إذن الـ R تساوي صارت معروفة بدلالة P طبعا أروح في المعادلة الأولى هذه أعوض عن قيمة الـ R لاحظ نفس المعادلة هذه هي الـ R تساوي كده فتروح مجرد عملية تعويض بس صارت قيمة P معروفة هي 342.63 الـ R ما هي مطلوبة منه السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر